خبر من دقايق من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي وصفحة رسمية على السوشيال ميديا المختلف في الصفحات على السوشيال ميديا للنادي الأهلي والكلام على مكان المباراة النهائية من بطول الدوري أبطال أفريقيا ولو تفتكروا احنا مبارا حتكلمنا في الملف ده ولازم حضراتكم تنطمنوا النادي الأهلي بمسؤولين مش حيسكتوا يعني حيحاولوا ان هم يدفعوا عن حق الشرعي الطبيعي جدا مش للأهلي بس للأربع فرق اللي موجودة في دور نصف النهائي عندك أهلي وفاكستيف تمام الوداد وبيترو أتليتكو الأنجولي كل فرق دي لها الحق إن المباراة النهائية تبقى في ملعة محاية ما تبقاش عند أي دولة من الأربعة يعني ما تجيش المباراة اللي نتفاجأ نلاقيها زي ما سمعنا مباراة نحن تبقى في المغرب في مركب محمد الخامس مش عايزينها يسيدي كمان في السادة القاهرة مش عايزينها في مصر ومش عايزينها في الجزائر ومش عايزينها في أنجولا اختروا ملعب محايدة عندك جنوب أفريكيا عندك تونس ملعب رادس ملعب مميز عندك أكتر من ملعب في أفريكيا كلها في القرى كلها تقدر أن أنت تحدد بالتالي وبناء عليه النهاردة النادي الأهلي أرسل خطابنا اليوم إلى باتريس متسبي رئيس الاتحاد الأفريكي لقرة القدم يطلب في إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتصابك في الدور قبل النهائي للبطال على أهلي كمان مش إيه مش بيطلب النمطشب على ملعبه لا أنا مش عايزه على ملعب بس اختار دولة محايدة بعيدة عن الأربع فرق اللي مشاركين في دور نصف النهائي وهو زي ما بيقول كده في البيان بعيدا أو في الخبر بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتصابك في الدور قبل نهائي للبطال وجاء في الخطابة الممهور بتوقيع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أنه نظرا لأن كاف لم يعني عن الدولة التي سوف تستضيف المبرارة النهائية لدور الأبطال حتى الآن رغم أننا يا جماعة دايما في سنة الإعلان يكون قبل ما البطولة تبتدي مش بقولك زي أوروبا قبلها في سنتين قولي الملعب حيكون فين لا قبل ما البطولة تبتدي بس وأيا كان بقى مين تفوق قدر أنه يوصل للنهائي وبالصدفة النهائي بقى على ملعبه فحقه ده فير بلاي يا جماعة بنت فين قبل البطولة من عرفش مين هيوصل للنهائي البطولة ستبقى النهائي حيب في الملعب الفلاني وده المفروض يحصل يعني وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنفسة إلى أربعة فرق فقط وهي التي تتبارح حاليا في الدور قبل النهائي للبطولة وطلب النادي الأهلي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وده مبدأ كلنا منطالب به وكل الفرق أكيد منطالب به وكامة المباراة المشار إليها في ملعب وحيد ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف وأكد النادي الأهلي على سقطه الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريكي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة أنا واصل كمان واصل كل السقة في دور الاتحاد المصر يكون اعتقادة وهم أقعد أخاروا شوية في أن هم يعني يرسلوا طلب استضافة المباراة النهائية لكن لازم يتدخلوا دلوقتي ولازم يكون فيه تواصل ما بين اتحاد المصر يكورت القادم مع اتحاد الأفريكي بخصوص هذا الصدد وبخصوص تحديد ملعب محايد للمباراة النهائية أيان كان من اللي حيوصل للمباراة النهائية